بالرغم من الضجة التي أثرت والأصوات التي تعالت في الأسابيع القليلة الماضية عن عمليات تهريب النفط التي تجري على قدم وساق من حقول محافظة نينوى إلا أن أي إجراء لم يتخذ لوقف عمليات التهريب تلك بل إن وطيرتها تتصاعد دون أن تجد رادعا يوقف نزيف ثروة الشعب العراقي مصادر صحفية تحدثت عن عمليات تهريب من جنوبي مدينة الموصل تجري في وضح النهار من حقول القيارة 30 و 31 و 32 تقوم بها ميليشيا كتائب الإمام التي تؤمن نقل نحو 100 صهريج يوميا من النفط وتؤكد تلك المصادر أن الطريق الترابي الذي تسير عليه صهريج النفط غير الرسمية استحدث بأمر من محافظ نينوى نوفل العقوب لغرض التهريب فقط واتحم تلك المصادر مجلس محافظة نينوى بالتواطئ مع المحافظ مشيرة إلى أن جهات في مكتب رئيس الوزراء عدل عبد المهدي تزود الدوائر ذات العلاقة بكتب رسمية لإصدار الموافقات التي تسهل تهريب النفط العراقي لحساب إيران وهذه الصورة تمثل نسخة من الكتب التي يحملها سواق الصهريج وبينما يعاني العراق من مشكلات اقتصادية جمة وتخلف كبير في ملف الخدمات وبطالة تشمل شرائح واسعة من العراقيين يبدو أن جهات رسمية وأخرى ميليشياوية لا يهمها كل ذلك بقدر ما يهمها التنفيذ عن النظام الإيراني وتوفير العملة الصعبة له بهدف التخفيف من العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام طهران ذلك النظام الذي تستمد منه وجودها لتزيد من الخراب الذي يعيشه العراق منذ أكثر من عقد ونصف بالإضافة إلى ما تستفيد به تلك الجهات المتنفذة من عمليات السارقة التي تذهب سحتا في بطون صراق قوت الشعب العراقي وما يثير الريبة في الأمر كله موقف الأمريكيين مما يجري وهم الذين يملكون عيولا والتكنولوجيا تستطيع معرفة ما يدور في كل بقعة من أرض العراق ترجمة نانسي قنقر